بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم علي الشيخة الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم أذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الويتساب فقط وكذلك الرسال النصية 0501785536 على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به أحد الإخوة يقول ما تفسير قول الله عز وجل في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين في هذه الآيات الكريمة يوبخوا الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بكونهم يأمرون بالبر ولا يفعلون يأمرون الناس بالبر وهم لا يفعلونه في أنفسهم وهو توبيخ لكل من هذه صفته من الناس في أن الإنسان أول ما يبدأ بنفسه يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبدأ بنفسه وببيته وبأولاده ثم يأمر الناس في جيرانه ومن حوله لا سيما إذا كان منوطا به هذا الأمر فإنه يجب عليه من ناحيتين من ناحية ما بينه وبين الله ومن ناحية ما بينه وبين ولي الأمر نعم متواصلين معكم أيها الأخوة ومع حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى برك الله فيكم يقول هذا الحديث الوارد في صياح الديك والدعاء المشروع عند سماعي هل ما ورد صحيح؟ نعم ما ورد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة وقال إنها تسمع ما لا تسمعون فالديك يسمع الملائكة ملائكة السماء ثم يؤذن إذا سمعهم نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله نعود أيضا للأسئلة عن الآيات هذا يسأل أبو عبد الله من الرياض يقول عن قول الله عز وجل في الآية الكريمة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ما المقصود بذلك؟ بارك الله فيكم مقصود بذلك واضح نعم أن الرحمن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن صفة عامة لجميع المخلوقات أما الرحيم فهو صفة خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم فعلم القرآن علم القرآن بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجبريل عليه السلام علم القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم القرآن لأمته نعم أحسن الله إليكم هذا بعث على جوال البرنامج يسأل عن حديث أو شرح لحديث إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت نعم الله جل وعلا يملي للظالم يعني يمهله ولا يعاجله بالعقوبة ليزداد من الظلم ويزداد إثمه كما قال سبحانه ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته هذا فيه التحذير من الظلم وأنه لا يغتر بأن الله يمهل الظلمة ويتركهم يتمادون في الظلم لأن هذا ليس من حظهم وإنما هو تعذيب لهم زيادة تعذيب لهم والعياذ بالله أحسن الله إليكم نتلقى هذا السؤال من أحد الإخوة يقول أنه مسلم جديد قبل شعبان وقد منى الله علي سبحانه وتعالى بالصيام في شهر رمضان المبارك وأسأل عن معنى لا إله إلا الله كيف أحققها وأنا حديث عهد بالإسلام تحققها بأن لا تعبد إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فتحقق التوحيد ويفراد الله جل وعلا بالعبادة فهذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة نعم بارك الله فيكم قل للذين آمنوا يغفروا للذين ارجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالح من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أبو ثامر يقول ما الحكمة من هذه الآية المباركة في سورة الجاثية نعم هذا فيها نعم قل للذين آمنوا يغفروا الآية قل للذين آمنوا يغفروا للذين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نعم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ففيه أن الله أمر رسوله أن لا يعاجلوا الكفار بالعقوبة أو لا يستبطئوا عقوبة الله للكفار لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وليس هذا من حظهم وإنما هو من زيادة تعذيبهم لأنهم يتمادون في الظلم فيزيد عليهم العذاب نسأل الله العافية نعم بارك الله فيكم وعثابكم الله يقول حفظكم الله بالنسبة لدعاء الاستخارة قبل السلام أو هل هو بعد السلام وإذا كان بعد السلام فهل يرفع يديه عند استخارته نعم دعاء الاستخارة بعد السلام يعني يصل ركعتين من غير الفريضة كما في الحديث ثم يدعو بدعاء الاستخارة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه فيه خير لي في معاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كان فيه غير ذلك فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث ما كان ثم رضني به هذا الدعاء المعروف بدعاء الاستخارة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله نعم نعم بارك الله فيكم أبو عبد المنعم من جمهور المصرية مقيم في المملكة يسأل ويقول ما الفرق بين الرسول والنبي النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بإلزام الناس به نعم وأمر رسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بأن يلزم الناس به هذا هو الرسول نعم سؤاله الآخر يقول كيف نحسن الظن بالله عز وجل ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالناس هذا راجعني إليك تحسن الظن بمعنى أنك أنك لا تتعجل في أمور في أمور تتضايق منها ولكن يسأل الله العقبة الحميدة نعم أحسن الله إليكم يسأل عن حق المسلم على المسلم منها إبرار المقسم كيف يكون ذلك نعم إذا حلف عليك أخوك المسلم أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا فإنك تبر بيمينه ولا تخالف يمينه هذا من حقه عليك نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول السائل والدي رجل كبير في السن وأصبح لا يعرف الأولاد ولا البنات ولا الجهات الأصلية ماذا عليه من جهة الصلاة والصوم وزكاة المال إذا كان لا يستطيع الصلاة ودخل في مرحلة لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل فإنه لا صلاة عليه في هذه الحالة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أيضا سائل آخر يقول ما أقسام أو أنواع صلاة التطوع الصلاة التطوع نعم أقسام منها صلاة الليل وهذه أفضلها والنوافل التي مع الفرايض الرواتب التي مع الفرايض ومنها الوتر وقبله الشفع فهذه أقسام من أقسام صلاة التطوع وبعضها آكد من بعض نعم السؤال آخر بارك الله فيكم يقول من يعتادع على صلاة التطوع وعلى الصيام التطوع النفل ولكن لغرض أو لمرض أصابه قد يتأخر عن ذلك فهل يكتب له الأجر في ذلك حسب نيته نعم هذا ثبت في الحديث أن الله يكتب الأجر لمن ترك العمل مسؤولا عنه أو عاجزا عنه فإن الله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما نعم أثابكم الله في قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا محمد من الخرج يسأل عن تفسير هذه الآية المباركة هذه الآية المباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يوم أن كان في مكة وكان يقوم يصلي من الليل فيجتمع الكفار ويستمعون لقراءته أعجبتهم قراءته أعجبهم القرآن وكانوا يستمعون لقراءته فجعل صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة لألا يسمعوها فالله جل وعلا أمره بأن يجهر بالقراءة ولو سمعها الكفار وربما يكون سماعهم لها يكون داعيا لأن يسلموا أو أن تقوم عليهم الحجة من الله سبحانه وتعالى هذا السائل أبو عبد الملك من المدينة يقول ما معنى الحديث وهل هو صحيح إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها نعم الحديث صحيح هذا في آخر الزمان أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها فالحية إذا أرادت أن تدخل في جحرها لا تدخل في مقدمتها وإنما يدخل مؤخرها في الجحر ثم تدفع نفسها حتى تغيب في الجحر هذا معنى الأرض يأرز إلى المدينة هذا في آخر الزمان نعم السؤال الآخر يقول ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة الحديث واضح أنه أنه يعظم وجه الله جل وعلا ولا يسأل به إلا الجنة تعظيما لإسم الله عز وجل والحديث وإن كان فيه ضعف فإنه من أحاديث الترغيب والترهيب نعم أيضا بارك الله فيكم من الأسئلة حول الأحاديث هذا يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا وإذا اقتضى شرح الحديث بارك الله فيكم شرح الحديث واضح أن السماحة جميل وهي التساهل مع العميل وحسن الخلق معه وعدم إحراجه أن هذا من حسن التعامل سمحا إذا باع على الناس سمحا إذا اشترى منهم فهكذا تكون صفة المؤمن مع الناس نعم وأيضا يقول وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فكم أجعل لك من صلاتي قال صلى الله عليه وسلم ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلث الحديث نعم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي المراد بالصلاة هنا الدعاء الدعاء فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجعل للرسول من دعائه فالرسول حثه على الكثرة ولو أنه أفرد الرسول بالدعاء لكان ذلك خيرا له أيضا نعم أحسن الله إليكم سؤاله الأخير في رسالته يقول هل يجوز نعتمر عن والدي ووالدتي في وقت واحد مع العلم بأني من خارج المملكة ويصعب الزيارة مرة أخرى لا مانع من ذلك متابعة الحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فمتابعة الحج والعمرة لا بأس به لك ولوالديك ولمن تريد لأنها تدخلها النيابة نعم أنتقل بارك الله فيكم إلى رسالة بها بعض الأسئلة من الأخ محمد جاد من جدة يقول كيف أتخلص من المال الحرام إذا كان قد اختلط بمالي الحلال الذي كسبته قدر الحرام اجتهد وقدره وأخرجه من مالك وادفعه للمحتاجين اجفعه للمحتاجين لتتخلص منه نعم يسأل عن حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله نعم على دين خليله يصاحبه على دين خليله يصاحبه والخليل هو المحبوب انتخذ الله إبراهيم خليله هو من بلغ في المحبة أعلاها هذا هو الخليل نعم نعم سؤاله الأخير الأخ محمد يقول ما هي الآثار المترتبة على تطبيق الحدود والتعزيرات الشرعية على الأفراد والمجتمعات ترتب عليها هوائد عظيمة ضبط العمن وردع المجرمين وتنفيذ حدود الله في الحديث لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر أربعين صباحاً فالحدود فيها خير إقامتها فيها رحمة بالأمة فيها ضبط للأمن فيها تأمين تأمين للخائفين فيها تيسير للسبل والأسفار نعم أحسن الله هذا السائل أبو محمد من تبوك يقول نرغب توجيه من معالي الشيخ صالح لأولياء الأمور بتزويج بناتهم للمقبولين في دينهم وأخلاقهم وتسهيل أمور الزواج وتخفيف التكاليف وخاصة من النساء نعم يعني بأولياء الأمور أولياء أمور النساء نعم لأن يبادروا في تزويج مولياتهم لأن المصلحة في ذلك ولا يؤخر وإذا أخروا تزويجهن ومنعوهن من الزواج بكفء يرضينه فهذا من العضل والعضل محرم هذا من العضل المحرم وإذا ثبت هذا عليه فإنه تنزع منه الولاية وتعطى لمن هو بعده من عصابتها حفاظا على حاجتها ومصلحتها نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله متواصلين معكم أيها الأخوة ونذكركم أيضا بجوال البرنامج صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة حياكم الله أحسن الله إليكم هذه أم محمد من الرياض تقول نرغى بن معالي الشيخ صالح أن يوجه المتزوج بثانية أن لا يقصر بحقها حيث أن هناك اختلاف في العدل وعودة لزوجته الأولى وظلم للثانية النبي صلى الله عليه الله جل وعلا يقول أنكخوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم من المملوكات ذات اليمين فالعدل بين الزوجات واجب وحق عليه ويجب أن يعدل بينهن نعم أحسن الله إليكم تفسير قوله تعالى في سورة آل العدل العدل يكون في الكسوة ويكون في النفقة ويكون في المبيت لهذه الأمور الثلاثة نعم تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واضح أن الله جل وعلا يبتلي العباد ويمتحنهم بما ينزل بهم من الشدائد والآفات ليكفر بذلك عنهم من سيئاتهم ويخفف عنهم من أوزارهم فإنما هذه المصائب التي تجري وهذه الأمراض وهذه الآفات هي على المؤمن تكفير للمسلم سيئاته وذنوبه خطاياه وفيه أنه قد تكون له معزلة كما في الحديث له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فيسلط عليه هذا الامتحان لأجل أن يبلغ منزلته في الجنة نعم نعم بارك الله فيكم يسأل حفظكم الله عن هل ورد هناك نص دعاء أنه يقال بعد دفن الميت والوقوف على القبر وترفع الأيدي أم لا وهل هناك أيضا وهل يجوز الموعظة والإرشاد عند القبر نعم يجوز الموعظة عند القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جنازه فوجدوا القبر لم يلحد وجلس أصحابه حوله حتى يتكامل حفر القبر فجعل صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم يعظهم انتهز الفرصة والفراغ فجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام بالموت والحساب والعقاب لأجل أن يستعدوا لذلك والميت إذا دفن وانتهي من دفنه فإنه يوقف على قبره إخوانه يقفون على قبره ويسألون له التثبيت اللهم اغفر الله اللهم ثبت اللهم اغفر الله اللهم ثبت إدعونا له بالتثبيت عند السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لما فرعوا من دفن ميت قال اسألوا لي أخيكم التثبيت فإنه أو الثبات إنه الآن يسأل يعني يسأله الملكان منكر ونتير فيوقف على قبره ويدعى له بالتثبيت قبل الانصراف والله جل وعلا قال في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره يعني بعد الدفن نعم أحسن الله عليكم سؤاله الآخر يقول هل يعلم الموت بالزيارة ويعرفون من سلم عليهم بإسمه وشخصه نعم يعرفونه يعرفونه ويردون عليه السلام لكنه لا يسمعهم ويفرحون بذلك استبشرون نعم يسأل بارك الله فيكم أبو عبدالصمد من الرياض يقول أرجو أن تشرحوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا لعن الله اللعن والطرد هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنة أي دعا باللعنة على من آوى محدثا يعني من وجب عليه حد من الحدود فإنه لا يمنع إقامة الحد عليه لأن كان له سلطة وقوة يجب أن يسلمه لولي الأمر لإقامة الحد عليه فإن منعه فإنه تحق عليه اللعنة والعياذ بالله نعم أحسن الله عليكم عبد المجيد من القصيم يقول توفي والدي رحمه الله ولم يعتمر ولم يحج الفرض هل يجوز لي العمرة والحج عنه نعم يجوز لك بل هذا طيب منك وهذا من من صلة الرحم ومن حق القريب على قريبه نعم آخر سؤال في هذه الحلقة بارك الله فيكم وأثابكم الله سلطان من الرياض يقول هل هناك دعاء معين ألزمه يكون سببا بعد الله سبحانه وتعالى في كشف الكربة وقضاء الدين نعم تدعو الله أن يكشف كربتك وأن يمنحك الصبر وأن يمنحك الفرج والله قريب مجيب نعم جزاك الله خير يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك وأن يمتعك بالصحة والعافية وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سبعنا كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وفي كل مكان نستودعكم الله أيها الأحبة وشكرا للزملاء في تلفزيون الطائف وكذلك هنا في الرياض وتحية لكم من الزملاء العام ومن المخرس سلطان العتيبي ومن الزميل محمد الحامد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته